تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من الرئيس الكنغولي فليكس تشيسيكيدي الرئيس الحليل للتحاد الافريقي جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المبعوث الخاص لرئيس الكنغو والمندوب الدائم لجمهورية الكنغو الديمقراطية لدى الاتحاد الافريقي وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتعليم العالي وجه الرئيس السيسي بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة كما وجه بزيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشكلات المختلفة وفي سياق آخر وجه الرئيس السيسي بتجهيز المعدات والأجهزة الطبية القادمة من ألمانيا على أعلى مستوى فني وطبي في مختلف التخصصات خاصة حالة صحة المرأة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشاره لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السفير جان ليون ناجاندو المباوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوبة دائمة لجمهورية الكونغو ديمقراطية لدى الاتحاد الإفريقي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد تشيباسو مفودي القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى السيد الرئيس من الرئيس الكونغولي فالكس تشيسكيدي تضمنت الإعرابة عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي وذلك استنادا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الإفريقية فضلا عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعيدات وقد طلب السيد الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي تشيسكيدي مشيدا سيادته بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي ومؤكدا استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاطلاع بالمسؤولية الهمة لقيادة العمل الإفريقي المشترك خلال العام الحالي وكذلك على مستوى العلاقات الصنائية بين البلدين وذلك امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجا لتعاون والتنصيق المشترك داخل القارة الإفريقية وقد شهد اللقاء التبحث حول تطورة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على السحة القرية والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة والصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة مع مراعاة تطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة خاصة ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية وقد عرض السيد وزير التعليم العالي دور المراكز والمعاهد البحثية في خطط التنمية على مستوى الدولة حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث فضلاً عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئة الأخرى وكذلك عدد من الشركات والمصانع وقد تم في هذا الإطار استعراض نموذج معهد بحث البترول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون القائم في هذا الإطار مع وزارة البترول حيث استعراض السيد وزير البترول ما تم في هذا الإطار من إمداد الصناعة البترولية والقومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنية وتدريب الكوادري في مختلف الأنشطة في قطاعات البترول والغز الطباعي مثل التعاون مع حقل الظهور والمنصات البترولية البحرية المختلفة والشركة القابدة للكيمويات وشركة مصر للبترول وغيرها من شركات البترول كما تم عرض الجهود المشتركة لكل من وزارتي التعليم العالي والبترول في إطار دور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتوظيف تكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض التنمية المستدامة ومواكبة توجهات الدولة مع التطور العالمي في التحول الرقمي وتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي ومردود تنموي مثل رصد التلوث البترولي ودراسة المياه الجوفية فضلاً عن بلورة خرائط لمسارات خطوط المنتجات البترولية والغز الطبعي وكذا اعداد الدراسات البيئية والسحلية للتوسعة الكشفية عن البترول إلى جانب تحديد أنسب المواقع لمحطات الرياح والطاقة الشمسية والإدارة المتكاملة للبحيرة بالإضافة إلى أعداد الدراسات للتنقيب عن المعادن والموارد الأرضية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاجدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الاجتماع تناول عرض مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية الألمانية لصالح المبادرات الطبية والصحية خاصة ما يتعلق بسيارات الإسعاف والسيارات المجهزة للرعاية المركزة والتي تستخدم في نقل المرضى بصورة آمنة إلى مستشفيات الإحالة لتلقي العلاج وكذلك السيارات المجهزة لفحص وتشخيص المرضى ضمن المبادرات الصحية المختلفة تحت رعاية السيد الرئيس لسيما حياة كريمة والقوافل الطبية ومئة مليون صحة فضلا عن السيارات المجهزة بأجهزة الأشعة المقطعية لتقديم هذه الخدمة بصورة عجلة في أماكن فحص ورعاية المرضى بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المختلفة وذلك تمهيدا لتوريد تلك الأجهزة إلى مصر وفقا لاحتياجاتها وقد وجه السيد الرئيس بتجهيز تلك المعدات على أهل مستوى فني وطبي في مختلف التخصصات خاصة حالات صحة المرأة بحيث توفر أكبر قدر ممكن من الخدمات لأكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق المشمولة بالمبادرات الصحية الرئاسية على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس بأن يتضمن الاتفاق بشأن السيارات الطبية مع الجانب الألماني تدريب الكوادر الطبية والتمريد والمسعفين وكذا إنشاء مراكز لتصنيع وتوفير قطع الغيار بالمواصفات العالمية في مصر بحيث تكون تلك المراكز مرجعية لمصر وإفريقيا والشرق الأوسط أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك متابعة خطة تطعيم الطلاب والكوادر التعليمية ضد فيروس كورونا والتي حققت حتى الآن نسباً إيجابية بعد قيام وزارة الصحة والسكان بتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات للمؤسسات التعليمية المختلفة فضلاً عما تقرر بحصول الطلاب الجمعيين على اللقاحات بصورة مباشرة من جميع مراكز التطعيم بالمحافظات دون شرط التسجيل المسبق مع إمدادهم بالشهادات اللازمة لإثبات التطعيم وقد وجه السيد الرئيس بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم كافة طلاب الجمعيين والعملين في قطاع التعليم ضد فيروس كورونا مع مراعاة الاستمرار في الالتزام الكامل بكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية وذلك بهدف ضمان أمن وسلامة الكوادر التعليمية والطلاب وأسرهم